خلال الأيام الماضية كثفت إسرائيل هجماتها على شمال قطاع غزة وستتزايد التحذيرات والمخاوف من أن تل أبيب تخطط لتهجير جميع السكان من شمال القطاع منظمة الصحة العالمية أعلنت الأثنين أنها ستجد ألف امرأة وطفلا من قطاع غزة الفلسطيني لتلقي رعاية طبية خلال الأشهر المقبلة بحسب ما أفادت به وكالة فرانس بريس وقالت منسقة الشؤون الإنسانية بالإناباء جويس مسويا على منصة إكس أن الفلسطينيين في شمال غزة يعانون أهوالاً تفوق الوصفة في ظل الحصار الذي تفرضه القوات الإسرائيلية من أكثر من عام وفي السياق أعلن الجيش الإسرائيلي الأحد أن عدد السكان الذين غادروا منطقة جباليا شمالية قطاع غزة وصل إلى أكثر من خمسة آلاف شخص فيما أفاد صحفيون فلسطينيون بأن هناك نداءات تستغاثة متواصلة من عائلات محاصرة في منطقة أبو قمر بمخيم جباليا نتيجة القصف الإسرائيلي المستمر وقيام القوات الإسرائيلية بوضع براميل من المتفجرات في الأحياء السكنية وذكرت تقارير صحفية أن إسرائيل تعهدت بالسماح بحوالي ألف عملية أجلاء طبية إضافية إلى الاتحاد الأوروبي خلال الأشهر المقبلة موضحة أن منظمة الصحة ستقوم بتسهيل هذه العمليات بالتعاون مع الدول المعنية والتكتل الأوروبي وسهلت منظمة الصحة العالمية مئات عمليات الإجلاء الطبي من غزة إلى سبع دول أوروبية منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحماس في تشرين الأول أكتوبر 2023 ترجمة نانسي قنقر